نظمت جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل التابعة لإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة ملتقى طباء روماتيزم 2023 وذلك في مجمع الشارقة للبحوث والتكنوجيا والابتكار حلول استشارية، علاج ووقاية، جهود تبذلها جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل التابعة لإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة كملتقى طباء روماتيزم 2023 الذي يأتي لنشر الوعي الصحي بين شرائح المجتمع عن أمراض المفاصل وأعراضها وطرق علاجها تحرص جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل من خلال هذه البرامج توعية جميع فئات المجتمع بأمراض الروماتيزم والطرق الوقاية منها طبعا وفق توجيهات سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي حفظها الله ورعاها بأهمية توعية جميع الفئات وأيضا إعداد برامج مبتكرة تساهم في توعية أفراد المجتمع والطلاع على ما هو الجديد في أمراض الروماتيزم طبعا الهدف من هالملتقى هو زيادة الوعي فيما يتعلق بأمراض الروماتيزم بين جميع التخصصات وبين أطباء الرعاية الصحية الأولية بهدف زيادة تحويل المرضى في الوقت المناسب وبداية العلاج في الوقت المناسب ملتقى أطباء الروماتيزم يعكس حرص الجمعية على مواصلة جهودها الرائدة في تقديم الدعم الأرشادي والمعنوي والمادي لمرضى التهاب المفاصل كما يشكل الملتقى منصة علمية للأطباء والمختصين لتبادل الخبرات والتجارب حول أحدث المستجدات الصحية والعلاجية المتعلقة بالمرضى نخبة من الأطباء والاستشارين والمختصين من داخل الدولة وخارجها يجتمعون هنا لمناقشة مجموعة من الأوراق العلمية لتعزيز الوعي المجتمعي بأمراض التهاب المفاصل وسبل علاجها والوقاية منها لإخبار الدارة لمياء المازمي الشارقة